تبدأ الفكرة بالعيش في قلبك حتى تنبت عشبة جاهزة من أكل تخرجها، ترتبها، وتبدأ في تجهيز وجبتك المثالية بها هكذا هي أعمال اليدوية وبهذه الطريقة دوما أبدأ قطع التطريز خاصتي فكرة أراها بالإنترنت فتعيش بقلبي حتى تنضج وتصبح جاهزة للاستخدام في أحيان كثيرة لا أملك الوقت الكافي لتنفيذها هذه القطعة هي أحد الأفكار التي ولدت في سنة حصاد صعبة لا وقت ولا طاقة ولا رغبة للتنفيذ لكن إن الأمر بسيط فهي جملة بسيطة وقصيرة ويمكن إنجازها في ساعتين أو ثلاثة حسب خبرتي لما كانت رغبتي ووقتي في أوجههما وهكذا بدأت جكت الرسم من أخت الصغرى باتروم مجاني وجاهز للتنفيذ من موقع دي ام سي الخاص بخيوط التطريز وفن التطريز بشكل عام وثلاثة ألوان أساسية للتطريز عليها لأن أحمر وأخضر أصفر دايما أسبم بعض تمددت الوجبة كبرت تعظمت حتى أصبحت من تصبيرت ساعتين إلى مشروع ثلاثة أسابيع متواصلة كيف آن لهذا أن يحدث؟ لأن الحياة تسير بمجراها غير آبهة بإعشاب قلبك النابتة لأن خرير ماء الزمن أقوى من أصوات الرغبات الهامسة في داخلي ولأن الحركة يجب أن تكون متوازية مع مجرى النهر السائر إلى أبد الحياة لم أستطع الاستمرار كما خططت من البداية هذه الغرزة البسيطة السريعة لا تأخذ وقتا بتأكيد نظريا نعم عمليا كنت أسرق الدقائق لأخ لو أكمل غرزة غرزتين أحيانا حتى أدخل الخطف العبر أنت لها هو عنوان القطعة اخترتها حتى تحمسني للعمل ولأن المعطف الملي بأثار الألوان والمشاريع يذكرني دوما بأن لكل إنجاز قصة خلفة أنا لها حتى إن لم أنتهي منها كما أردتها أنا لها حتى إن لم أنجز كما خططت أنا لها حتى وإن كانت أحداث الصنة السابقة تخالف كل خططي وقوائم الإنجاز التي رتبتها وعملت عليها بجد أنا لها في نهر الحياة ما يبقى ساكنا يتعفن ولن أكون الساكنا الذي لا أرضى به أنا لها سأسير في الدرب الطويل حتى وإن تغيرت اتجاهاتي مرات ومرات حتى وإن تقاطعت الرغبات وخفت همسات الإنجازات أنا لها فالحياة مستمرة منهمرة بالبركة والله لا يضيع عمل أحد فإن لم تنبت عشبة قلبك مستقيمة حمراء كما أردتها ستجدها منحنية تظلل حشائش سعادة لم تعرف بوجودها حتى انحنيت لها أصدقائي سنة جديدة مباركة عليكم جميعا وتذكروا دوما أنكم لها مهما تبدلت الدروب وتقاطعت القلوب وتمايزت الرغبات والأحلام لا تجعل السكون يصيب قلوبكم أسقوا نبت قلوبكم واستمروا فأنتم حقا لها معكم الجاهرة بسكاندي والأعمال اليدوية للجميع أحبكم وسنة سليء مليئة بالفرح والرضا لكم يا أصدقاء شكرا لتواجدكم الدائم